وبمناسبة كان كابتين أحمد جارح عمل معنا مدخل الحلقة اللي فاتت وصرح بعض التصريح وقال انه أو تصريحاتاً آسف وقال انه مواجهة طبعاً أجانيت الأمريكي صعبة بطل الجيليك حاجة يعني جمدة جداً كلها لعيبة درافت NBA الحقيقة ونبيا لعيبة NBA نفسها بتلعب وبتستعد السنة الجانة تشارك في الـ NBA بشكل كبير وقال طبعاً ان هي يعني هنلعب بكل قوة وما عندناش يعني بديل غير الفوز ان احنا بنلعب للفوز هم الفرقة التانية طبعاً أكتر طول زي ما قال والإحسائيات بتوضح وكمان السرعة والقوة ده وضع طبيعي جداً تبكلم هتقول ليه الفرق من الجيليك والـ NBA هو الدولي اللي بعد الـ NBA على طول وده السبب الرئيسي انه أمريكا بطل أوروبا ما بيشاركش أو بيشارك يعني في بطولة تانية اسمها كأس الاتحاد في أوروبا بطل الله هو اللي بيشارك مش بطل أوروبا يعني بطل أوروبا سواء بباريال مدريد كوسكا موسكو الفرقة الكبيرة دي بنياكوس الفريق اليوناني كل الفرقة دي ما بتشاركش الحقيقة طب ليه ما بتشاركش بقولك طبعاً أشارك ليه لما بطل أمريكا الـ NBA ما بيشاركش انت عارفين طبعاً يعني الكبار ليهم ايه بيشارك بطل الدوري الأوروبي مش بطل دوري أبطال أوروبا عشان كده يعني ده حارم الريال مدينة انها تزود ألقابها الحقيقة في الفوز في هذه البطولة طبعاً كابتن أحمد الجرحي صرح لك ان مستر أجوستي بوش بخلال درايته بهذه البطولة عارف لعب كل فريق وهيعمل اللي عليه وعمل يعني محاضرة فنية وتمرين فني ازاي نقدر نوقف خطورة الفرقة التانية وهنلعب واياً كان طبعاً الجيريج هو حامل اللقب وهو اللي بيفوس دايماً بالبطولة دي ولكن احنا ان شاء الله جاهزين ان احنا نعمل مبرك ويسا وديك التصرحات كابتن أحمد الجرحي